موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلبة الصف السادس الإعدادي في درس جديد من دروس اللغة العربية نقدمه لكم من فضائية العراق التربوية درسنا اليوم هو في الأدب والنصوص وموضوعنا هو تتمة لما كنا قد بدأنا به في الدرس الماضي تحدثنا في الدرس الماضي عزيزي الطالب عن النثر وفنونه وعرفنا النثر وقلنا بأن النثر ينقسم على نوعين النوع الأول هو النثر الفني والنوع الثاني هو النثر الاعتيادي أو ما يعرف بالنثر غير الفني وتناولنا الفنون النثرية التي كانت موجودة في الأدب العربي قديماً والفنون المستحدثة التي دخلت إلى الأدب العربي حديثاً موضوعنا اليوم هو فن من الفنون التي عرفها العرب قديماً منذ العصر الجاهلي وإلى اليوم ما زال هذا الفن الأدبي موجود الفن هو فن الخطابة نأتي إلى فن الخطابة نقول ماذا نعني بالخطابة؟ الخطابة عزيزي الطالب هي لون من ألوان الفنون النثرية المهمة التي عرفها العرب منذ القدم كما عرفتها الأمم الأخرى لما لها من أهمية في التأثير في الجماهير لشحذ همامهم أو تشجيعهم على خوض غمار المعارك بغية رد الأداء والمتربصين والدفاع عن النفس والوطن ولا تكون الخطابة إلا بحضور الجمهور إذن عزيزي الطالب فن الخطابة هو من الفنون النثرية التي عرفها العرب منذ القدم لحاجة الإنسان لهذا النوع من الفن ويشترط في هذا الفن أن يكون هناك جمهور وهو الفن الخطابة ما يعرف بفن الأقناع أنت حينما يكون لديك فكرة محددة وتريد أن تنقل هذه الفكرة أو تجعل الناس يؤمنون بهذه الفكرة ويقتنعون بها تستطيع أن تكون خطيباً أمامهم لتوصل لهم هذه الفكرة بماذا وردت أو كيف استخدمها العرب قديماً نقول لها أهمية في التأثير على الجماهير لشحذ همامهم إذن لشحذ همام الجماهير أو تشجيعهم على خوض غمار المعارك بغية رد الأعداء والمتربصين إذن كانت الخطب تستخدم لتشجيع المقاتلين لخوض غمار المعارك إضافة إلى الدفاع عن النفس والوطن والشرط الأساسي في الخطابة أنها لا تكون إلا بحضور الجمهور نأتي إلى أمر آخر مهم جداً الخطيب هل يجب أن تتوفر فيه شروط ليكون خطيباً مقنعاً ومتمكناً يستطيع أن يقنع الجمهور بآرائه نقول السؤال الذي من الممكن أن يرد في هذا الموضوع عزيزي الطالب يقول ما هي شروط الواجب توفرها في الخطيب نقول يشترط أن تتوافر في الخطيب بمزايا عدة منها أولاً سلامة مخارج الأصوات ووضوحها أي يجب أن يكون نطقه للحروف ومخارج الحروف يجب أن يكون سليماً وواضحاً وليس فيه لذغة وليس فيه أي خلل في لفظ الحروف الشرط الثاني أن يكون الصوت جهورياً قوياً إضافة لذلك يجب أن يكون الخطيب مثقفاً يمتلك ثقافة ومعرفة وينبغي أن يمتلكها عن الموضوع الذي يريد أن يناقش فيه أو يتحدث فيه إلى الآخرين بمعنى أنه يجب أن يكون ملماً بكل جوانب الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه موضوع خطبته وعلى الرغم من أن هذه الشروط كلها يجب أن تتوفر إلا أن هناك شرطاً أساسياً يجب أن يمتلك الخطيب وهي الموهبة الفطرية التي تولد مع الخطيب وتنميها المواقف والبيئة إذن عزيز الطالب يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط في الخطيب الناجح نقول الشرط الأول يجب أن يكون سلامة مخارج الحروف والأصوات لديه الشرط الثاني أن يكون صوت جهور قوي أن يمتلك ثقافة ومعرفة خصوصاً في الموضوع الذي يريد أن يتناوله أمام جمهوره إضافة لذلك رغم توفر كل هذه الشروط تبقى الموهبة الفطرية التي تنميها البيئة وينميها المواقف يجب أن يمتلكها هذا الخطيب بدون هذه الموهبة كل ما سبق لا يؤد وسيلة لنجاح بمعنى أننا لا نستطيع أن نؤد هذا الخطيب ناجحاً إلا إذا توفرت لديه الموهبة الفطرية ننتقل إلى سؤال آخر عزيز الطالب يقول كيف تطور فن الخطاب في الأدب العربي وما الدواء التي أدت إلى تطوره نقول لقد تطور هذا الفن بعد مجيء الإسلام لأهميته في نشر الدعوة الإسلامية وبيان الأحكام الدينية والاجتماعية وازدادت أهميته في العصور التالية إذ أخذت أتباع الدول الجديدة بالدعوة لها إبرى الخطب إذن عزيز الطالب كانت الخطابة موجودة في الأسر الجاهلي بعد ظهور الإسلام ازدادت الحاجة للخطابة لماذا؟ لنشر الدعوة الإسلامية وبعد قيام الدول على سبيل المثال الدولة الأموية والدولة الأباسية بقيت الحاجة إلى فن الخطبة لنشر الدعوة أحياناً وأحياناً لحاجات سياسية واجتماعية أخرى نقول كيف كانت الخطابة في العصر الحديث؟ الخطابة في العصر الحديث نقول نهض هذا الفن في العصر الحديث بنهوض الأمة في أواخر القرن التاسع عشر إذن نهضت فن الخطابة وعيدة مرة أخرى في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ولا سيما بعد قيام الثورات ضد المحتلين نأتي إلى سؤال آخر عزيز الطالب يقول منهم أبرز الخطباء في العصر الحديث؟ وهذا أمر مهم في العصر الحديث منهم أبرز الخطباء؟ نقول برز عدد من الخطباء الذين كان لهم تأثير في الساحة العربية مثل أحمد عرابي وسعى الزغلول في مصر وفي العراق فهم المدرس والشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء الذي جمعت خطبه عن القضية الفلسطينية في كتاب بأنوان قضية فلسطين الكبرى في خطب الإمام الراحل محمد الحسين كاشف الغطاء ولا ننسى أن ثورة العشرين في العراق أفرزت عددا كبيرا من الخطباء الذين كانوا يقودون الجماهير من قاومة المحتل البريطاني إذن هؤلاء هم أبرز الخطباء في العصر الحديث أحمد عرابي وسعى الزغلول في مصر وفي العراق فهم المدرس والشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء نأتي إلى سؤال آخر عزيزي الطالب يقول متى انحسر فن الخطابة في الأدب العربي نقول بدأ هذا الفن بالانحسار في نهايات القرن العشرين في نهايات القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين حتى كاد يقتصر على الخطب الدينية كخطبة الجمعة والجماعة وخطب صلاة العيدين بمعنى أنها بدأت تنحسر في هذه الفترة واقتصرت على الخطب الدينية أو خطبة الجمعة والجماعة وخطب صلاة العيدين إذا كانت الخطابة مثل كثيرا من الفنون النثرية التي أخذت بالانحسار في الأوساط الأدبية هناك كثير من الفنون النثرية التي كانت معروفة بدأت في هذا الوقت أيضا تنحسر كما انحسرت الخطابة هناك ثمت فنون أخرى أيضا أخذت بالانتشار في الأوساط الأدبية كسيرة بنوعيها الذاتية والموضوعية إذن نقول أمام انحسار بعض الفنون النثرية هناك فنون أخرى بدأت بالظهور والانتشار وهي فن السيرة بنوعيها السيرة الذاتية والسيرة الموضوعية سيكون لنا إن شاء الله درس نتحدث فيه عن السيرة الذاتية والسيرة الموضوعية إن شاء الله في دروس قادمة في هذا الدرس عزيز الطالب تناولنا فن الخطابة وتحدثنا عن الخطابة وقلنا بأن الخطابة هي من الفنون النثرية التي عرفها العرب منذ القدم منذ الأصر الجاهلي ازدادت الحاجة إليها بعد ظهور الإسلام لأنها كانت وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية وننتبه إلى هذا الأمر وبقيت الخطابة في الأصور التي تلت الأصر الإسلامي في أصر الدولة الأموية وفي أصر الدولة الأباسية وحتى الأصور المتأخرة بدأت نوعا ما بالانحسار إلى أن أتينا إلى الأصر الحديث وظهرت خطب في الأصر الحديث وظهر بعض الخطباء منهم أحمد عرابي منهم سعد زغلول منهم فهم المدرس وهؤلاء هم الكتاب الخطابة في الأصر الحديث وقلنا بأن فن الخطابة عزيز الطالب بدأ ينحصر بعد القرن في نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد وعشرين إذن الخطابة من الفنون التي بدأت بالإحسار واقتصرت على بعض الخطب الدينية التي نستطيع أن نحصرها في خطبة الجمعة وخطب العيدين وغيرها هذا ما يمكننا عزيز الطالب أن نتحدث فيه عن فن الخطابة ستكون لنا دروس أخرى إن شاء الله نتحدث عن فن آخر من الفنون النثرية وهو فن القصة القصة القصيرة نشأتها وسنتناول نوعا إن شاء الله من أنواع القصة القصيرة شكرا لكم أعزائي الطلبة وشكرا لإصغائكم اشتركوا في القناة شكرا لكم